محمود شفت الاهلي نهاردة جيد ولا سيء؟ والله كريم قبل المباراة كTokنا نتكلم عن طريقة الأمثل للنادي الاهلي عشان يتفادى شفت الاهلي نهاردة جيد ولا سيء؟ كلاهم كان جيد من الهالة الدفاعية سيء جدا 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 في الخروج بالكرة وفي التحولات الهبوحة لالاهلي جايد النهاردة غير индفاعية عشان نخسر الواحد بس؟ لا عشانں لديه بصح لديه بصح لديه بصح لذیکن فيه فرص للسانداد ونزل خطيرة وبينهم القرى في العruption بس كريم خيانا اتكلم بصراحة شديدة انت بتلعب فريق قوي جدا على ارضه مفروض انت تلعبه بافضل طريقة ممكنة تمام حلو بس كان مباراة فيها فرص كتير بتيجي عليك ولكن في الاول وفي الاخر شكل النادي الاهلي زي ما كان جمال بيتكلم شكل النادي الاهلي في الملعب كان وحش مش معقولة لعيبة بقيمة اللي بتلعب في النادي الاهلي بقيمة النادي الاهلي ان انت حتى واحد مثلا زي محمد عبد المنعم اللي كلنا بنعتبره لعيب سوبر محمد عبد المنعم النهارده فيه كرتين محمد عبد المنعم طلحهم زي ما يكون محمد عبد المنعم بياخد الكرة مهما اضغط عليه بقيمة طلب الكرة صح كان بيشتت الكرة بشكل كبير جدا النادي الاهلي قعد لمدة تريباً 45 دقيقة اولى ما بيكملش اكتر من اربع خمس بصات والكرة بتتقطع على طول وتروح لساند داونز النادي الاهلي النهارده كان بيتعاون بشكل كبير ان هو النادي الهلي بيقطع الكرة عشان يدي ساند داونز تاني كل أو نعوزين نتكلم على الحالات أو نتكلم على الشكل اللي كان بيلعب النادي الأهليم. قبل المباراة. قم نتكلم يا كريم بنقول النادي الأهليم فروض يلعب تحت الكرة ويعتمد على الهجمات المرتدة. وكنا بنفضل ان رضا صليم يلعب علشان خاطر السرعات اللي موجودة عنده. قلي شفناها في المبارات سنة. طيب تعال نتكلم بص يا كريم. انا هنا قبل اي حاجة عوزين نقول لك النادي الأهلي النهاردة كان الشكل بتاعه عمل إزاي. طبعا ده الشكل اللي كان بموجود نادي الأهلي. مرارة عطية كان دايما متواجد ما بين خط الدفاع وما بين خط الواسط ما بيزيدش عشان الحتة اللي ما بين الخطوط. ولكن اللي كان جديد علينا النهاردة إن كان دايما في حد من نص الملعب أو حد من الأجنحة بينزل مع الأربعة عشان يعمله خمسة. فالنادي اللي كان بلعب خمسة واحد تلاتة واحد. نشوف الصورة اللي بعدها. هنا بقى يا كريم مين اللي موجود هنا. ديانج لما طلعب في صورة فات ديان كان ورد ديان جوه لزق في نص الملعب. مين بقى لدخل هنا ريدا سليم. ريدا سليم دخل وخلى علي معلول يخش في العمق. عشان سانداونز الحتة العمق بتاعتها. ممتاز. الراجل الباكرايد بتاعه. سانداونز عطول بيبقى متواجد حتة دي. هنا برضو نفس الشكل زي ما انت شايف. النادي الأهلي عامل سريتش الملعب وبيلعب بخمسة. هاي. عايزين بقى اتكلم على. النادي الأهلي ابتدى كويس. بص هنا برضو نفس الكلام. اهلي كانش بضغط خلص بيلعب تحت الكرة زي ما انت شاف وليمز تقريبا زي لحد نص الملعب. حدش بضغط خلص من لعبة النادي الأهلي. طيب. ولكن كان فيه ادوار المراه محسن. آآ عفوا لصراح محسن ماشتغلاش. تعال بقى نتكلم على النادي الأهلي يا كريم اول مكان بيلعب ازاي. النادي الأهلي اول المكان بيقطع كرة. كان ماشي بشكل كويس جدا. العب لريد سليم. ريد سليم عشان. هنا اول كرة في المباراة. دي تقريبا كان في الديها الاولى. اول ما نادي الأهلي تلعب هنا. تساندونز دقب الكرة بالعرض. الكرة تقطعت. نشوف بقى بالحالات واحنا بنتكلم. كرة تقطعت على المعلومة يلعب لريد سليم. وده اللي كنا بنتكلم عليه. ريد سليم هيزق. وده الموقف اللي كان عارطول لنادي الأهلي بيكلم عليه. وانتو يحصل ما بين صلاح محسن وبين ريد سليم. يحصل فاول. دي كانت اول كرة. بعدها نكمل برحادته. احنا بنتكلم. نفس الكلام برضو. النادي الأهلي قطع الكرة. بعدها بحوالي دقيقتين. ريد سليم ازق. وحعد لغاية آخر الملعب. وكم نتكلم على المساحات الموجودة. ويقدر انه ياخد فاول. فالنادي الأهلي كان على طول. اول حاجة بيعملها. دي برضو نفس الكرة هنا. في ديعة 18. اول ما قطع الكرة الشناوي خدأ. برضو طلع ريد سليم. ونادي الآلي بيسحب على كله. ولكن كان دايما فيه ازمة ان ما كانش فيه زيادة عددية عمد ريد سليم. وكان اللعب كله ميل ناحية ريد سليم. فالرجل. يعني ريد سليم كان ياخد الكرة وماليشي. كان الرجل ياخده كرة. بص مثلا الكرة زي دي بقى استقاف هنا بس لحظة بقى واحدة واحنا بنتكلم. هنا بقى عاوز قولك الكرة دي كانت خطرة جدا برضو للنادي الآلي. ودي كان النادي الآلي. كرة الوحيدة اللي في شرط الاول اللي انت تقول ان ده النادي الاهل. كرة هنا حاصرت التلاتة بتاع نص ملعب افشا. ميل مع علي معلول. ميل مع ريد سليم. كان اللي بنشوفه على طول اذا كان امام عشور او افشا او اي حد. عاوز اتكمل بالحالات. هنا ريد سليم رجع ليه. مران عاطية. مران عاطية من رجع تاني ريد سليم. عاوز او ريج بقى. بص هنا افشا. عالي معلول في الكادر. ببساطة شديدة. اول ما الكرة تروح لاليو ديانج. وانت معاك كرة. عشان قولك ان القرارات لعيب النادي اللي قال النقل غريبة جدا. بص يا كريم قال لي دانجا هيعمل ايه? هيلعب بالكرة في ظهر علي معلول. بص بقى الفريم اللي بعده. كرة تلعبت فين? اه. كرة تلعبت راضي بقى. بص بقى افشا. بص على علي معلول الاتنين. الفريم اللي بعده هتلاقي اللي اتنين. يعني فاتحين ايديهم بيقولوا انت لعب لي قدامي. وهي افشا كمان مفتوء. فهنا ديك اتمتش. بص نكمل الحالات. في حالة تانية برضو اعاوز اقول لك عليها. نفس الكلام هنا النادي الاهلي برضو. بلاعب كومباكت جيم. الكرة بتلاعب من سانداونز. هنشوفها الكرة بعد ما تقطع. كرة اول ما تقطعت من النادي الاهلي. هيحصل برضو التحول السريع جدا. بص هنا الريد السليم مفروض يجري. نفس الكلام. هنا بيرسي تاو. تقطعت منه الكرة. ودي بقى المشكلة اللي كانت موجودة عند النادي الاهلي في الخروج بالكرة. لعيبة الاهلي كل قراراتها النهاردة. اول ما بيقطعوا الكرة يا كريم. كل قرارات لعبي النادي الاهلي. غلط. هنا برضو دي كرة الوحيدة دي كان في ديئة تمانية تلاتين. دي اول كرة في المباراة ضربت مرمة. تتلعب مش كرة عالية. تتلعب في الرجل. تتلعبت في الرجل. هنا عالي ما قلوه حاول يطلع. الريد السليم اتضغط عليه. كرة طلعت قوت. نفس الكلام هنا برضو كرة تانية. ندنا برضو. بص النادي الاهلي فين. اهدي رجع لغاية فين يا كريم. امرجع تاني حد نص ملعبه نكمل بالحالة. امرجع لي ياسر ابراهيم. ايرجع لي ياسر رامي ربيعة. المحمد عبد المنعم. بص بقى محمد عبد المنعم. هيلعب كرة عالية. بدون اي لازمة كرة طلعت قوت. كل النادي الاهلي. في الشرط الاولاني ما كانش بيعمل غير كده. النادي الاهلي بياخدوا الكرة. اي طع الكرة من ويرجع الكرة تاني لسانداونز عشان يرجع تاني يعمل. عشان كده كنت بتشوف النادي الاهلي النهاردة على طول مضغوط. قرارات لعب النادي الاهلي في الخروج بالكرة كانت سيئة جدا جدا.